دكتور التكامل ما بين الطاقة والمناخ والصناعة والفكر الاستراتيجي في هذا المجال وإلى أي مدى ده بيقدم اقتضر مصري تمام تسمحيي الأول بس عشان الطاقة تبقى طاقة إيجابية أولا نقول للناس كل سنة طيبين بمناسبة انتهاء المشاهدين يعني وحضراتكم كلكم بمناسبة قرب انتهاء 22 وإن شاء الله 23 تبقى نكون يعني أحسن حالا من 22 وسابقتها الحاجة الثانية كمان برضو بنهنئ الإخوة اللي بيحتفلوا بأعياد الميلاد في الفترة السواء اللي بيحتفلوا بارح أو اللي بيحتفلوا في 7 يناير طبعا حضرتك الطاقة هي المحرك الأساسي للتنمية وعلشان نعمل تنمية لازم يكون الطاقة متوفرة بالصورة المطلوبة وفي الوقت والمكان المطلوب ومن هنا بدأت نهتم بأولا شبكات الكهرباء علشان تغطي مساحة الجمهورية كلها في المناطق المأهولة وفي نفس الوقت شبكة الغاز الطبيعي وهو النوع التاني من الطاقة المستخدمة تجاريا وهي أيضا بتغطي مساحات كبيرة في البلد الصناعة لو ما كانتش الطاقة متوفرة ومتوفرة بتكلفة مناسبة ده بيبقى معوق مهم قوي للصناعة ما بتقدرش تنافس سواء في السوق المحلي البضاعة المستوردة المثيلة للي بننتجه أو للتصدير إذا كنا بنصدر وهنا عندنا منتجات كتير بتتصدر برا ومن هنا الحقيقة الطاقة هي رمانة الميزان لضبط الصناعة سواء للإنتاج المحلي أو للإستيراد